الأخ يحيى الدرعي يقول يلاحظ في بعض الآيات تبشيرا بالعذاب والأصل في التبشير أن يكون بالشيء الحسن المحبوب هل هناك حكمة؟ نعم قوله بأن الأصل في البشارة أن تكون لأمور الحسنة المستحبة صحيح هذا من حيث وضع اللغة وأغلب الاستعمال في كتاب الله عز وجل لكن بعض السياقات يأتي فيها الأمر بمعنى التهكم لزيادة النكاية ففي هذه الآية الكريمة المقصود هو التهكم بالمشركين لزيادة النكاية في التعذيب وفي بيان ما هم عليه من الذلة والهوان وهذا يرد في كتاب الله عز وجل واللغة جاءت به ففي القرآن الكريم نجد ذق إنك أنت العزيز الكريم فالمقصود هنا التهكم به والتبكيت وزيادة النكاية بالمخاطب وهذا هو المقصود في الآيات التي تكون في القرآن الكريم مما فيه التبشير بعذاب أو البشارة للكفار بأمر عظيم بأمر فيه وعيد وفيه عذاب أليم فالمقصود هو التهكم والله تعالى أعلم